أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود مجلس الوزراء في جلسته اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض على فحو الاتصال الهاتفي مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي أكد خلاله تأييد المملكة وترحبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنها فخمته تجاه إيران وأنشطتها العدوانية ودعمها الإرهاب في المنطقة والعالم وكذلك تأكيد المملكة والتزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي كما أطلع الملك المجلس على نتائج استقباله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث لمجمل الأحداث في المنطقة وكذلك فحول التصال الهاتفي مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وإطلاعه خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية وتأكيده على أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها وتطلع المملكة إلى أن يحقق هذا الإنجاز المهم أمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحول التصال الهاتفي مع رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي الذي أكد فيه دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه وأطلع مجلس الوزراء على ما رفعه وزير العدل بإنشان اكتمال انتقال القضاء التجاري من ديوال المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل حيث باشرت المحاكم التجارية المتخصصة أعمالها بتاريخ الأول من شهر محرم لعام 1439 للهجرة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود بتطوير مرفق القضاء واستعرض مجلس الوزراء عددا من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية مشيرا إلى ما أوضحته المملكة أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن من تطورات للاقتصاد في المملكة والجهود في تنفيذ رؤية المملكة عشرين ثلاثين وبرامجها التنفيذية ومبادراتها وثمن المجلس الرعاية الكريمة والعناية العظيمة التي توليها المملكة لكتاب الله الكريم ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين التي شارك بها مئة واحد وعشرين متسابقا من احدى وثمانين دولة واختتمت أعمالها بالمسجد الحرام بمكة المكرمة وأكد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين الذين استهدف نقاطا أمنية بمدينة العريش شمال سيناب جمهورية مصر العربية والتفجيرين الذين وقع في العاصمة الصومالية والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في جمهورية أفريقيا الوسطى وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم رجال أمن مجددة وقوفها إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب ومعبرة عن عزائها ومواساتها في الضحايا وتمنياتها المصابين بالشفاء العاجل ترجمة نانسي قنقر